الحرب في تعز لم تتوقف حرب بالمدافع والهاونات فيما تستمر المحاولات اليائسة لإطباق الحصار مجددا من قبل الميليشيا الإنقلابية وأخرى لتطويقها بالأحزمة الأمنية وفرق الموت والميليشيات المنفلتة رهان الثورة والتحرير ما يزال معقودا على هذه المحافظة ومقاتليها الذين خاضوا خلال الساعة الماضية حربا شرسة لمواجهة اختراق مفاجئ من جانب الميليشيا لجبهة جبل هان الذي يشرف على المدخل الجنوبي الغربي للمدينة من جهة الضباب كاد هذا الاختراق أن يعيد مدينة تعز إلى مرحلة الحصار الخانق مجددا المواجهات كانت شريسة بحسب وصف المصادر الميدانية وكانت وجها لوجه في أجزاء مهمة من جبل هان الذي أعاد الجيش الوطني فرضى سيطراته عليه خطأ في التنسيق أعاد هذه الجبهة إلى الاشتعال وأعاد إلى الأذهان الماضي المرير من معاناة الحصار التي واجهها سكان تعز عندما كانت الميليشيا تسيطر على جبل هان وتفرض سيطرة نارية محكمة على وادي الضباب خلال اليومين الماضيين تلقت القلعة القاهرة وجبة من القذائف لكنها كمدينة تعز صامدة وكأبطال هذه المدينة تصر على المواجهة حتى النهاية الناس هنا في منازلهم جزء من الحرب يتعايشون مع عنفوان القصف ويختارون البقاء في ظل تحديات عديدة أسوأها القصف كل شيء على حاله في تعز التي تستمد كبرياءها من شموخ صبر فروتين الحرب فرض نفسه على أجواء المدينة وتقوسها ونمطها الاعتياد حيث كل شيء متصل بالحرب وتداعيتها الثقيلة على الناس الحركة مستمرة ولكنها أقل من مستوياتها في الماضي فالقصف كما الحصار أثر بقوة على كافة أوجه الحياة في تعز تعز التي تقاتل لكي تنتصر الحياة ترجمة نانسي قنقر